من هو الله؟ في ديانات بتقول أو في عقائد بتقول أن ربنا فكرة مش كيان مش شخص حقيقة الكلام ده ما يمشيش مع العقل ليه؟ الفكرة ملهاش وجود حقيقي الفكرة ما تقدرش تخلق ما تقدرش توجد الفكرة تتوجد من مفكر في ديانات بتقدم ربنا كشخص لكن ما هي صفاته؟ تقدمه عالي جدا عن المعرفة بحيث لا يعرف بأي درجة لأنه لو كان مجهول ولا يعرف يبقى ما فيش أساسا دين ولا علاقة لأنه بدل مطلق المجهولية يعني مجهول تماما يبقى هندخل في الحتة اللي بيسموها agnostics دي أنه الله ما فيش حد يعرف حاجة وده كلام مش منطقي ليه؟ لأنه لا إحنا بنعرف حاجات كتير في ناس قالت أنه شخص الله أو كيان الله هو إله يكره البشر فيه معتقدات كتب وهيجي سؤال منطقي تاني طب خلقني ليه لو لو لا أعنيه أو بيكرهني طب خلقني ليه؟ طب أنا موجود ليه؟ لأنه الوجود ذاته يؤكد حقيقة ضمنية أن اللي أوجدني أوجدني عن حب وإلا ما كانش أوجدني في اللي إنجيل عندنا في الفكر المسيحي أن هناك إله حقيقي حي أصل لكل الموجودات وأصل للحياة وأن هذا الإله أوجد كل شيء عن حب لأنه الصفة الغالبة على طبيعته أنه محب فنوصل لبساطة كلمة اللهم حب